إلى ذلك حسم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا موقف بلاده من انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي وأكد كيشيدا أن اليابان لا تخطط لأن تكون عضواً رسمياً أو شبه رسمي في الحلف كما لفت إلى أن قرار فتح مكتب الاتصال لم يتخذ بعد الحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من توكيو السيد خالدون الأزهري كاتب صحفي متخصص في الشؤون الأسلامية أهلا بك معنا سيد خالدون إذن في قراءة لهذه التصريحات الأخيرة لفوميو كيشيدا برأيك هل من المنظور الياباني هي تنم عن مخاوف يابانية من تكرار التجربة الأوكرانية بالواقع يوجد تعاون كبير بين اليابان والناتو منذ عدة سنوات يوجد ضابط ارتباط ياباني في مكاتب الناتو في بروكسيل أيضا منذ عدة سنوات وهناك أيضا الكثير من العمليات المشتركة وخاصة في مجال المعلومات والاتصالات ليس بالضرورة علاقات عسكرية حربية لغاية الآن لكن قضية افتتاح فرع للناتو أصبح مسئلة وقت وليس مسئلة حل سيفتتاح طبعا رئيس الوزراء الآن أمامه ربما بعض الاحتمال لحصول انتخابات محلية وهناك استياء نوعا ما في الرأي العام الياباني من التوجه نحو العسكرة في الأشهر الأخيرة حيث قررت اليابان رفع انفاق الدفاع إلى نسبة 2% وبالمناسبة هذه النسبة هي المطلوبة من أي دولة تريد الانضمام إلى الناتو 2% من إجمالي الناتج القومي إذن هناك توجه قوي من اليابان بالاتجاه نحو التعاون مع الناتو إذن نوعا ما تقول بأنها مناورة في السياسة الداخلية اليابانية أكثر منها استراتيجية يابانية لمنع تصعيد أو أي تصعيد عسكري تحديدا فيما يتعلق ربما في المستقبل تايوان يوجد تصعيد عسكري للتو الناتو يعتبر اليابان وأستراليا والنيوزيلندا وكوريا الجنوبية شركاء حقيقيين للناتو وهناك مناورات جرت عدة مرات بين قوات يابانية وقوات مشتركة من هذه الدول أحيانا حسب الدولة واليابان تتعاون كما ذكرنا بشكل قوي مع الناتو أيضا مع الولايات المتحدة يحليف عسكري لها وفي أشتار يوليو المقبل بعد شهرين سوف يشارك رئيس الوزراء كشيدا في قمة الناتو ويحضرها في ليثوانيا طبعا هذه التسريبات صحفية للتو علمنا بها من قبل مسؤولين يابانيين إذن هناك توجه نحو الناتو ولكن اليابان عندها دستور سلمي يمنع المشاركة العسكرية في الخارج وبالتالي يجب على السياسيين الخطوة بشكل بطيء وبتؤدى كي لا يثيروا استياء الرئي العام طيب عندما أيضا تحدث عن السياسة الداخلية اليابانية فيما يتعلق بهذا التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية عسكريا نعلم أيضا بأن هناك علاقات طويلة وتاريخية تجمع اليابان مع الصين تحديدا من الناحية الاقتصادية برأيك اليوم هل ستناور اليابان على هذه المحاور باعتبار أنها تريد الحفاظ على الصين كشريك تجاري واقتصادي بالمقابل حفاظ على الولايات المتحدة على حليف سياسي استراتيجي من حيث ربما ما يسمى بعباءة الديمقراطية الغربية طبعا اليابان لا علاقات تجارية قوية وقتصادية مع الصين ولا يمكن للشركات اليابانية أن تغامر بهذه العلاقات ولكن من حيث التعاون الأمريكي الياباني في منطقة بحر الصين الجنوبي هو حيوي لاستقرار هذه المنطقة من مجال منع الصين من تحويله إلى بحيرة صينية طيب فيما يتعلق بالاستراتيجية التي كنت تتحدث عنها بالتوجه إلى النيتو كما قلت أو بأنه ربما انضمام لا بد منه أو لا مفر منه برأيك ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدها عفوا اليابان لمنع ربما أو لمنع أي تصعيد أو أي استفزاز للطرف الصيني تحديدا في تايوان في بحر الصين الجنوبي وتلك المناطق اليابان تبرر كل خطواتها العسكرية التي ذكرتها بأنه توجد تهديدات من الصين الصين تحاول تغيير الأمر الواقع بالقوة في هذه المنطقة من العالم ولسيما ما يتعلق بتايوان وبالتالي اليابان وجدت مباررات صينية لسياستها العسكرية الجديدة ولكن الصين تقول لا أحد يريد احتلال تايوان وتايوان أيضا تقول أنها ربما ليست في موقف أنها سوف تتعرض لغزو صيني وبالتالي يتساءل الكثير هنا عن مباررات هذه السياسات العسكرية الجديدة اليابانية ولكن بشكل عام هناك تطورات سباق على التسلح في الشرق آسيا وسبق تحالفات جديدة تحالف الذي ذكرتمه بين روسيا والصين معه أيضا كوريا الشمالية بينما ناتو يحاول إقامة ناتو مصغر ربما في شرق آسيا تحت شعار التعاون وليس تحت شعار العضوية الكاملة وهذا التعاون يشبه العضوية ولكن بدون أن يكون رسميا ولكن هذا التعاون قد يغضب أيضا أو يستفز الصين من ناحية أخرى شكرا جزيلا لك سيد خلدون الأزهري كاتب صحفي متخصص في أشؤون السيوية كنت معي مباشرة من العاصمة توكيو شكرا جزيلا لك